طيب التور واضح عندي حاجة واضح ان انت بتمر بازمة اهو ازمة عندك خوف على شوية اضطرابات شوية عكوسات الفترة دي خايف طبعا خايف تاخد اي خطوة خايف من اي حركة تعملها انك تزود المشكلة اكتر وتغرق اكتر بص جاي لك اي تحت الكرت ده القديسة زي ما انتو عارفين وحاكي تحفظتو القديسة بتمثلي القرب من ربنا الروحانيات حلوكو يا تور لو القرية دي تنطبق عليك وفعلا بتمروا بالازمة دي اتجهوا لربنا هو الوحيد اللي هي لطمن قلبكو وهو اللي هيخراكم من المشكلة دي سلمين امنين نقرب من ربنا شوية نتعبد نحاول ان احنا ننعزل شوية مش ننعزل نقعد بس اي نفكر بهدوء كده لوحدنا وتبعدوا عن المشكلة يعني تشوفوا لو هي مثلا خناقة مع محد في الشغل يعني ايه ناخد بس بريك شوية نقيم الموضوع وزي ما قلنا نصلي بإذن الله محلولة في حد قريب منك حيقدم لك شيء والشيء ده شكله مساعدة حيساعدك افتكر الموضوع ده ليه علاقة بالازمة اللي انت بتمر بها دلوقتي هيساعدك فيها هيقدم لك شيء اوكي بنية خالصة وحاجة حلوة جدا مساعدة او دعم او حتى يعني هيهون عليك ويخفف عليك المحنة اللي انت فيها دي بس هي حاجة بسيطة ان شاء الله ما هياش حاجة يعني تخوف ما تقلقوش queen of pentacles ايوا بقى ايوا بقى حالة المادية فيها تطور كوي السياتور يمكن البنزين الكام عشر اساق ولوين ربع جنيه اللي نزلت دي يمكن هتأثر معاك حالتك المادية بقى فيها تطور وحتحس انك انت في حالة راحة شوية مش رخاء بس ايه اللي عملية هتكون مريحة تطور عن اللي انت فيه اي ان كان اللي انت فيه هتحس ان انت ها طلعت شوية وكمان بيدل على انك انت شخص طيب وكريم وعندك عطاء كثير جدا وكل ما بتدي كل ما هدين اكتر انت محتار في حاجة واعتقد الحلاء الحاجة دي تخص العطفة ده في حيرة هنا قرارين شبه بعض قريبين من بعض قوي حيران اعمل ده ولا ولا استنى شوية ولا اعمل ايه فيه عندك؟ حيرة الحيرة دي بقى بتمشي باحساسها بقى بتمشي باحساسك دي مش دي مش ما تتحلش بالعقل دي بالاحساس وهتحس بمشاعر جديدة ياتور لو انت محتار بين علاقتين يعني محتار بين انت مثلا او انت محتارة من شخصين هيجيلك مشاعر جديدة هتحس بيها قوية جدا ما ينفعش ما ينفعش التعدي من غير ما تاخدي بالك او تاخد بالك هتحسوا بالمشاعر دي وده هيحسن لكم القرار ده في حيرة واضحة اوكي؟ وحيرة بقى حاجة ليها علاقة بقى بالمستقبل حاجة مكملة معاك فعلى ما اظن والله اعلم ان الحيرة دي زي ما قلتلكو في علاقة او حتى مش هزوا يكونوا بين شخصين مقارنة بين شخصين ممكن تكون انت محتار تكمل او ما تكملش محتار تتعامل ازاي؟ هتلاقي مشاعر هتحس بيها فجأة هي اللي هتحسن لك الموضوع ده هي اللي هتبلك تتعامل ازاي؟ وزي ما قلت لك اللي قلت الازمة اللي عندك دي حلها القرب من ربنا والصلاة عندك تغير في الحظ يا تور الحاجات اللي كانت وقفة ومتعطلة وركدة كده المية الركدة العجلة هتدور هتبتدي الدور هتبتدي الدنيا تتغير والامور الوقفة المتعطلة هتبتدي تقرب والدنيا هتبتدي تتسهل هتحس بتغير وتغير جامد التغير ده هيسبقه حاجة هيسبقه تغير فيك انت الاول فيه شيء هيتغير جواك فيه ده 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 كرت قوي من الكروت القوية جدا والكروت الماجر الاساسية في الفلترون بيوحي بي موت شيء كان عايش معاك فترة طويلة جدا ممكن يكون معتقد ممكن يكون اسلوب ممكن يكون صفة حتى فيك حاجة كانت جزء منك هتموت ويحل محلها شيء تاني لما الشيء ده هيتغير جواك العجلة هتدور يمكن نقول مثلا حديك مثال للمثال وليس الحصر انه اسلوبك مثلا بدل من انت شخص مثلا مش اجتماعي قوي هتبتدي العزلة اللي انت فيها دي تختفي ويحل المحلها اجتماعية انت تبقى شخص اجتماعي وحابب تنزل مع الناس وتقابل زميلك في الشغل برا الشغل وتعمل علاقات اكتر فالعجلة هتدور معاك فهمين قصدي فيه تغيير هيحصل جواك انت وبرضو ده ما ينفعش ما تحسوش زي المشاعر القوية اللي هتحسها دي ما ينفعش هتعدي من غير ما تاخد بالك هتاخد بالك ايه ده انا مش كده دي مش طبيعتي فيه حاجة شيء جواك هيتغير بشكل جامد strength يا طور بيقولك مواجهتك لازم تكون بعقلانية بالدبلوماسية تستعمل عقلك ما تستعملش قوتك عشان تسيطر على الحاجة اللي بتهددك دي شايفين ده اسد الكارت ده اسم strength القوة قوتك بعقلك مش انك انت تنهر لقدامك او انت تهينه او انت تزعله او تزعله هو ده كده انت كسبت المطش لا المطش مش هيتكسب كده بعقله بصوا هي مروضة الاسد ازاي بعقله بتطبطب ومش لازم يكون بتطبطبة يعني الشرط يكون تستعمل نفس الاسلوب انك انت بتطبع اللي حواليك لا تستعمل معهم دبلوماسيتك وزكائك وما فيش شك من قوة الحاجتين دول عندك انت منغمس بازيتك شوية يا تور شايفة حالة زي ما تقولو مش حزن بس انت واقية شوية حابب تكون مع نفسك او مركز مع نفسك قوي يمكن يكون التركيز اللي انت مركزه مع نفسك ده هيكون سبب التغيير الرهيب اللي هيحصل في حياتك ده يعني هتقعد قعدة مع نفسك وتعمل شوية تعديلات هتطلع منها بالنتيجة دي هتقول لا الوقت دي بقى خلاص انا لازم ابتدي اتغير لازم مثلا ابتدي بدل لما انا بهاجم بشدة ان انا لأ ابتدي اكون حكيم اكتر في انفعلتي بدل ما انا لأ كل ما محد يقولي تعالى مثلا انزل معانا روح معانا زمال في شغل انتو عارفين الخروجات بتاعت الشغل دي بتقرب الزمال جدا من بعض حتبتدي تنزلها هيتغير حاجة في شخصيتك جمدة جدا وبالتالي هتتغير حياتك معها هتكون اكثر ثلاثة واكثر حزن ان شاء الله ارية حلوة زي ما عنتلكو يا تور لو انا صح في موضوع المحنة او الازمة اللي انت بتعادي بها دلوقتي حلها الصلاة قرب من ربنا ويدعيله وهو هيدل لك بالنسبة للحيرة اللي عندك من ناحية الحالة العاطفية فدي انت هي هتتحلل وحدها هتبتدي تحس بمشاعر جديدة هي اللي هتحسملك النوقف دي القرية الاولى للقرية العامة الاولى لبورك التول اتمنى تكون القرية منطبقة ودقيقة يارب تكون عابد صح مرسية عزق اتمنى يتغير حلو وفوك الكعبالة ان شاء الله ان شاء الله يا دوت طلعت ان شاء الله بإذن الله هتتفك بإذن الله البس ده لا مش يوميا يا عمر هو بقى حسب التساهيل صراحة بس هو الخطة ان هو يوم ايوم لا وهحاول على قد مقدر ان انا ازبط الريتم ده يا سلوى يا حبيبة قلبي ويحفظك ويبارك فيك يا حبيبتي انتي خلاص يا عليكم صح؟ طيب كويس قوي كويس قوي قوس يا ميسة قريب قوي حاضر بعد ما شفت في حاجة جواد غيرت وانا مش كده من ساعة ما شفت ايه يا حسام؟ هذي من برج التور دي مرحلة الاولى يا زينب ما تعيطيش دي مرحلة الاولى وحنقول الحالة العطفية حالا ولو فاتك القرية ولا يهمك بعد البث ما يخلص هتلاقيني بحطهولك في الصفحة جاهزة مستنياكي قوس ان شاء الله يا ميسة حاضر مرسية مار وعشير تسلم ايدك حياتي طيب يلا نشوف الحالة العطفية اهم روضة قسود وما جبتش من عندي حاجة او الله يا بنت احنا عايشين في غابة هنا دي غابة بنروض قسود فعلا يلا هنعمل ايه فعلا كلامي كله صح مرسية بسمة جدا صح اشكرك يا شايماء طبعا ياسيف ولا اعلم الغيبة الا الله طبعا عنعمة بالله طيب يلا نشوف الحالة العطفية اخبارها ايه يارب تكون كويسة وانا في حد كمان طور عندي من صحابي يارب يكون حاجة كويسة يارب بسم الله الرحمن الرحيم يا مانا انت كمان وانت وحشتيني جدا جدا مانا احنا انت سمعت اقريتك ولا لا انت قريتك عملتها لايف مانا من الناس اللي كذبت معنا سمعتيها والنبي طامنين يقوليني انت سمعتيها عشان انا ما بقتش فاكرا انا قلتها فقان هي لايف بيهم عشان خطي يقولينك سمعتيها انا بعد كده هعمل القريات على التليفون انا مش هخليها هن كل كلمة صح بس انا ايه بصلي على طول كويس جدا يا عزة حلو حلو الصلاة طبعا دي عبادة ما فيهاش حاجة بس انا اقصد الصلاة اللي هي انك تتكلمي مع ربنا بفهمة قصدي ايه القعدة دي اللي بتبقي خلصتي الصلاة وتعودي كده ايه تفتحي قلبك وتتكلمي مع ربنا ده قصدي بس طبعا برافو عليكي ودعيلي معاكي دعيلي ارجع لتزم انا كمان محمد مفروض صح جدا بشكرك يا محمد اوكي يلا نشوف المجموعة الاولى لبرج تور الاراية العضفية بسم الله الرحمن الرحيم اه حيرة يا شفته عندك حيرة يا تور مفيش كلام زي اللي شفتها فعلا في الاراية الجنرال بتاعتك في حيرة حيرة ده الطاقة حتى نفسها بينكوا حيرة يا رب يا ترى ايه الاسباب ايه سبب الحيرة دي طيب طيب بسم الله ما شاء الله حاجة حلوة جدا بصوا جميعا حيرة هي واضحة هي ايجابية طاقة ايجابية كل حاجة بس انت عايز تحسن قرار انت رجل في المية ورجل في الارض مش عارف تروح فين وهو قرار شكل وقرار مصير يا الارض يا المية حاجتين يعني عكسة بعض فعندك قرار محتاج تحسنه نفسك انت شايف ان في حاجة غلط في العلاقة يمكن يكون خطأ حصل من شركك او خطأ منك الله اعلم بس فيه يمكن فيه حاجة غلط البرج ده معناه شيء غلط نفسك الشيء الغلط ده ينهار ويروح بقى يعني الغمة تنزح والشمس بصوا التاور عمل ازاي سواد السماء سودة يعني اكيد حاجة غلط وحاجات بقى بتقع وبيت بينهار وناس بتقع مش ربيك ونار وحريقة واكشن غير طبيعي كده لكن لازم عشان تهدى لازم يحصل الانفجار ده فانت نفسك الشيء ده الوحش ده ينهار حتى لو هيبقى فيه خسائر بس نفسك ينهار شايف شريكك ازاي شايفه هداية من ربنا شايفه حاجة حلوة جدا بيمدك بطاقة اجابية وبيمدك بالهدوء وبيمدك بالاطمئنان بص وبنينة وبستان يعني حاجة حلوة جدا وايد ممدودة وحاجة منورة وكده حاجة حلوة قوي قوي انت يا تور شايف شريكك حاجة كويسة جدا اكيد شريكك شخص كويس يعني واضح ان هو شخص كويس وهو فعلا على فكرة شخص كويس شريكك عايز ايه؟ عايز يوصل للرضا نفسه يحس برضا في العلاقة شكلك انت اللي مغلبه يا تور يمكن تكون انت اللي مغلبه او هو مش عارف يوصلك ازاي نفسه يوصل لمرحلة الرد ان هو يرضيك وان هو كمان بالتالي هو هيرده اللي لسه ما ارتبطوش الشخص ده شريك التور عايز اتباط عايز بداية عيلة جديدة اللي ارتبطوا فهو عايز العلاقة تكون صحية وعلاقة فيها ثقة وفيها فرح واحتفالات عايز يسعد عيلته جدا يعني في كلتا الحالات سواء العلاقة دي زواجها تم ولا لسه فشريكك يا تور شخص فعلا كويس قوي ربنا يعني ربنا يهنيكو ببعض شايفك ازاي شايفك عندك يعني انت اساس كويس قوي بذرتك كويسة البذرة كويسة بتاعتي العلاقة بس هي حايز اشول يعني انا قربت افهم المشكلة يا تور شكل اندفاعك في الكلام بيوحي بقصوة او بيوحي بقلة حب ده بيجرح شريكك يمكن الله اعلم يعني يمكن اكون غلط بس لو انا صح وياريت نواجه نفسنا كده لو انا صح حاول تكون يعني كلامك يكون كويس يعني حاول انت تكون ظريف شوية مع شركك وزي ما قلتلكوا الطاقة بينكو طلع نزلة يوم حلوين ويوم تقلبوا على بعض يوم كويسين ويوم تقلبوا على بعض مش مستقرة الطاقة مش مستقرة صح جدا مرسيا سابرينا هنا في حالة يعني عايز اقول راحة او حالة عارفين لا حالة هدوء في حالة هدوء هتوصروا لحالة هدوء ان شاء الله في العلاقة باذن الله اه وفيها بقى عطاء بقى كل واحد هيدي حاجة كل واحد هيدي للتاني حاجة في هنا خير جاي لكم ان شاء الله يعني واضح ان انتو الاثنين شخصيات طيبين ناس كويسين جدا باذن الله ربنا هيبعتلكم حاجة كويسة دي حاجة جايه من عند ربنا خير جايه من ربنا ان شاء الله يكون هدوء نفسي ويكون حالة يعني هيقربكم من بعض اكتر الناس اللي متجوزوش هنا في اتنام زواج في خلال شهرين الله اعلم ان شاء الله في خلال شهرين في اتنام زواج الناس اللي مرتبطين يمكن دي مشكلة مش عايزكوا تخافوا يمكن تكون مشكلة وهتحتاجوا ان تحتموا بينكم حد كبير حد من العيلة اب ام اي حد وياريت هم دول الناس بس اللي يتدخلوا وياريت تختاروا حد فعلا يقدر يديكم نصيحة كويسة ويوفق ما بينكم ده حد جايب يحكم بينكم انتو الاثنين ان شاء الله تترادوا لو كانت دي مشكلة فعلا ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا والله يصح مرسي يا صابرين حبيبتي بشكرك جدا الاسد قلنا يا محمد محمد مصطفى قلنا الاسد احمد جي معانا هو زي ما قلتلكو احمد سليمان هتلاقوه هو حاطت شورة احمد حيني بروفايل بتاعتو هو الادمن الجديد معانا رحفو باحمد هيا والله مرسي يا بسمة القوس حاضر يا هادية حاضر من عناية الجدي من عناية يا حنان حاضر بس كبه انت لمنور يا سيف بشكرك ما قلتلش ايه رأيكو في موضوع اللعبة دي ايه ايه يا انا عليا زي بتقولي ايه يا معني مش فهمك اوكي الحامل قريب جدا قريب جدا يا طيب قريب جدا ان شاء الله برج الاسد زيبني انا حسب الاسد لا مبالاة طب بص يا هبا انت هستسألي يعني في رجوع ولا لا السؤال ده زي ما قلتلك انا بعمل اخر 10 دقيق اللايب ان هو بقى نسأل اسئلة هستفر ولا لا يعني بدي كده 10 دقيق نقعد نقرأ اسمه نقول اسئلة نوسا بشكرك يا حبيبتي على الفيدباك الحلو ده الحمد لله القرية مزبوطة وكله تمام صح يا عسل ده انت اللي عسل يا صور جو معنا بشكرك حبيبتي قوي قوي على الفيدباك كلمك صح بشكرك يا احمد مرسي احمد في حالة انبهار ده اعلى حاجة في الدنيا والله يا ربنا يخليهولي شفتوا بقى الكلام الحلو بقى يا رب يخليهوليك يا بسمة ويهنيكوا ببعض ويهديهولك ويهديك ليه مرسي يا نوسا جدا فعلا صح جدا بجد كله بيحصل بواس الدنيا بندفاعي ربنا يبرجع من عندوي خاطرنا ويصطح الأحوال يا يا ندا انت يعني بجد بصوا الاعتراف بالحق فضيلة فعلا انت يوصلتي لمرتبة حلوة جدا في الفضيلة انك تب بتاعترفي بخطائك وبتصححي برافو عليكي جو فورت وهتصححي ان شاء الله كيب دلوقتي ليان تانكيو حبيبة قلبي مبسوطة قويني القرية عجبتكو جد مبسوطة جدا دلوقتي حنبتدي القرية قرية المجموعة التانية لبرج التور ترجمة نانسي قنقر